السلام عليكم محبابكم في قناتكم من دارينا اليوم شاء الله غنقدم لكم وصفة ديال البسطيلة كتجي نديدة وبمقادير بسيطة وسريعة بالنسبة للمقادير غنحتاجوا صدر الدجاج كيلو غنحتاجوا القرفة عواد غنحتاجوا القرفة مطحونة غنحتاجوا اللبزار الملح الخرقوم البصل سكنجبير وزيت المائدة وغنحتاجوا 750 جرام ديال ورقات البسطيلة و250 جرام ديال اللوز اللي كنقليوه بهذا الشكل هادا كناخدوا البصل وكنضيفوا ليه زيت المائدة نصف كأس ديال زيت المائدة كما كتشوفوا معايا ثم كنديروه فوق نار هادئة حتى كتقل البصلة ديالنا بهذا الشكل هادا ثم كنضيفوا الملح الخرقوم بلدي المعاقة صغيرة ديال خرقوم بلدي اللبزار القرفة وقرفة عواد بهذا الشكل هادا كنخلطوا جيدا ثم كنضيفوا صدر الدجاج بهذا الشكل كنخلطوا جيدا ثم كنضيفوا ليه الماء الكافي بش يطيب من بعد ما كيطيب كنصفوه من الماراق وكنفرسته بهذا الشكل هادا كما كتشوفوا معايا وكنتحنو اللوز ديالنا مع ثلاثة المعالق كبار ديال سكر سقيل او لا سكر غلاسي سبيسيال كناخدو البيض مسمي ليستعمل ستاد البيضات وكنضيفوهم على الماراق ديالنا اللي كنجهدو عليه وكنخليوه بش يتشرب الماراق كناخدو الورقات البسطيلة كنفرشوها بهذا الشكل هادا ثم كنحطو الدجاج ثم ورقة اخرى ثم كنحطو البيض ثم الورقة الثالثة وغانحطو فوق منها اللوز بهذا الشكل هادا كنجمعو الوراق فوق من الحشوة ديالنا وكنندهنوهم بالبيض ثم كنديرو وراق خرين وكندليوهم من على براك بهذا الشكل هادا كيما كتشوفوا معايا وكندهنوه معاو تاني بالبيض وكنجمعوهم من تحت البسطيلة وكنديروها من الفوق وكنديروه فوق منها قطع الزبدة وكندخلها للفورن منبد ما کنزخرج من الفورن كندردرو فوق منها سقا سقيل بهذا الشكل هادا كيما كتشوفوا معايا وكنزوقوه كانزوقو البسطيلة ديالنا بالقرفة كيما غاتشوفوا معايا هنا يا بهذا الشكل هادا زوقها جد بسيطة وكنتمنى ان هاد الوصفة تكون لانت الاعجاب ديالكم وإلى عجباتكم ما تنسوش تدلوا لي لايك وتشتركوا في القناة ودعموني بالكومنتر وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ونتلقوا في وصفة جيدة إن شاء الله